يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعوا برنامجنا وبيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بكون معاكم كل إسبوع في نفس المعاد عايز أقول بقى في الحلقات دي كل سنة وكل الناس بخير كل سنة وكل الناس بصحة وسعادة الأيام دي أيام خاصة جداً وروحانية جداً وأيام مهمة جداً في حياتنا أيام كلها خير وبركة أيام كده تحس أنه طعمها حلو وفيها روحانيات طيبة وتحس أن القلب بيرفرف كده في العشر الأوائل منزل حجة كل واحد مننا وكل واحد بيتفرج علي يحوش دعواته كده في وقفة عرفات ويدعي ربنا بكل اللي يتمناه ويقوله على كل حاجة وجع قلبه أو أي مشكلة في حياته نفسه يلاقي لها حل إن شاء الله ربنا يستجيب ويكبر بخاطرنا كلنا النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم جداً ومحتجله كمان في اليومين دول النهاردة هنتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه في التعامل مع المرأة إزاي كان زوج محب لزوجاته إزاي كان سيدنا النبي بيكرمهم وبيحسن معاملتهم وإزاي كان أبح نين جداً على بناته ما كانت المرأة في الإسلام وفي كل الأديان السماوية عظيمة جداً سيدنا النبي كان بيقدر الست جداً ووصى بضرورة احترامها وفي خطبة الوداع اتكلم الرسول عن المرأة ووصى كمان بضرورة إكرامها وحسن التعامل معها هنعرف أكتر عن أخلاق سيدنا النبي في التعامل مع المرأة من الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الألكترونية اللي هيكون معانا بعد دقايق في الستوديو أما دلوقتي بقى قبل ما نقابل ضفنة هيكون معانا من خلال زوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الواعية هنعرف منه إزاي أخلاق رسولنا الكريم نقدر نطبقها ويبقى في عندنا أسرة وعية صحية وسعيدة في حياتنا أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك يا إيمان وأهلا بكل المستمعين والمستمعات وكل عام والجميع على كوكب الأرض بخير كل سنة وانت طيب وإن شاء الله دايما كده بنتقابل في الأيام الكريمة الجميلة دايما بنبسط جدا لما أكون معاك ودايما مبسوط جدا من المتابعين لك لأن دايما وأبدا بتقدمي أي موضوع من زاوية مختلفة ربنا أخليك يا رب أستاذ عبد الرحمن تسلم لي خلينا بقى إيه يعني يمكن كلنا كلنا بندور على السعادة وما فيش حد غني أو فقير أو صغير أو كبير غيره نفسه يعيش في أسرة مستقرة وسعيدة ويحس بالونس كده بكل أهله اللي بيحبوه حواليه طبعا ما فيش شك إن الحياة سريعة ومش هقول كلام بيتعاد كل يوم في كل البرامج لكن ما فيش شك إن الدنيا خدتنا والدنيا تلاهي والموبايلات خلتنا ببنشوفش حتى بعض وإحنا قاعدين في البيت الواحد لكن دينا كده زي بيقولك إيه طرق للسعادة الصحية إزاي بقى أنا عاملة بيت كده أسرة فيها شوية سعادة مش هطمع وقولها بقى سعيدة سعادة خارق بس على الأقل صحية فيها كده حاجات حلوة أول حاجة إنه أكبر خطيئة يا إيمان بتحصل لنا دايما إنه بنقول أنا لما أتجوز بيت الحلال هبقى سعيد أو أنا كست لو أنت ست تقولي والله أنا لما أتجوز الراجل اللي يحبني ويقدرني يبقى سعيدة التحدي في ده يا إيمان إنه لما البني آدم بيستنى السعادة تحصل مع حد يعني كإني بقول بني قصير أنا تعيس أنا وحيد أنا متألم أنا مش مرتاح أنا موجوع فقط لما يحصل حاجة بره فبقيت داخل العلاقة وأنا محمل الآخر مسؤولية إسعادي بربط بربط ساعدتي أنا كبنت أو كست بالشخص ده بس عشان كده باللاقي الأوجاع وعايزة أحمل عليه إن انت للمفروض تسعدني أبوها يوصيلي عليها أنت هتسعد بنتي وأنا برضو أمي توصي مراتي تقولها أنت تسعدي ابني فبدأ ما أنا بقيت كبني آدم بقى أشتغل على أني أبقى بتعلم فن السعادة الداخلية البهجة من الداخل أو زي ما كنت بتقول لي شوية أنه إعرسالة الأنبياء كلها نهاية تورينا أنه السعادة والرضا موجود في الداخل في القلب السيد المسيح بيقول جنة الله في القلب جنة الرب في القلب وسيدنا النبي يعني وصانا وورانا كيفية أنه الرضا والشكر هو باب الجنة في هذه الحياة فبالتالي الإنسان لما يبقى سعيد ويدخل لعلاقة به هو أصلا سعيد يقدر يسعد ويسعد من حوله ويستقبل من اللي قدامه اللي قدر يديه لكن لونا داك المحبط تعيس متألم موجوع وحاسس أني مليش في الدنيا ملاجأ ولا ملاذ اللي بنت الناس دي فأنا بحمل عليها شيء لا أمي قدرت تسعدني ولا أبوي قدرت يسعدني ولا الحقيقة ألف تسعدني وعايز بقى أحط الكل ده على بنت الحلال دي النهية تسعدني والعكس بالعكس مع الأنثى فأول خطوة لبناء أسرة سعيدة أني أنا مسؤول عن ساعاتي الذاتية قبل الزواج فلما أدخل لعلاقة الزواج وأدخل هذه الأسرة أدخل إنسان سعيد أبقى قادر أشارك السعادة مع اللي قدامي قادرين نسعد سويا أديها وتديني أضفلها وتضفلي أسندها وتسندني لكن لو أنا تعيس ومستنيها طبعاً هبقى في طول وقت في خيبة أمل لأنه وفيش إنسان يقدر يسعدني وأنا مش قادر أبقى من جواها سعيدة حقيقة يعني وفي اللحظة دي سقف طموحاتنا بيعلى وسقف أحلامنا بيعلى إنه لازم يعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي أنا شايفة رزي عبد الرحمن إن الست اللي ما بتعرفش تحب نفسها ما بتعرفش تحب حد حتى عيالها أحسن دي أحسن دي أحسن دي حتى عيالها مع إن هي دي عينيها من جوا نمني عينيها عيالها دول بس طول ما هي ما بتحبش نفسها وبتدلع نفسها هتبقى مدايقة عيالها ومدايقة جوزها ومدايقة كل الناس يعني حقيقة يعني أبدعت في الكلمة دي إن أنا مش لازم أتجوز عشان أرمي كل مشاكلي وكل خزان الأحزان اللي أنا عيشته في حياتي كله إنه مطالب الراجل ده ينسيني أوجاعي وأنا صغيرة ومنسيلي أسود أبويا ونسيلي إخواتي اللي قطعولي عشان الورث ونسولي أهلي ينسولي كل الحاجات الغلط هو مش مطالب فعلاً فيعيني الراجل بيبقى متضايق مش عارف يأبطع نفسه عشان يعمل إيه لأن أنا حط عليه مسؤولية السعادة ودي مسؤولية مسهلة أبداً فدي أول نقطة النقطة التانية إن محتاج وأنا بتعامل مع شريك حياتي أبقى عارف إنه مش مسؤولية شريك حياتي إنه يعالج لي احتياجاتي اللي ما عرفتش أخدها من أبوي أمي يعني مش مسؤولية مراتي إنها تديني اللي أمي ما عرفتش تدهوني أو مسؤولية الراجل إنه يديك اللي أبوك ما عرفش تدهونيك فأنا بحرر الستة اللي في حياتي من إنها تبقى شبه أو عكس أو نقيد أو مثال لأمي أنت الستة اللي بشارك حياتي أمي ده قصة وموضوع أنا لو عندي معها مشكلات أروح لثيرابيست أروح لمعالج نفسي أروح لكوتش أروح لدكتور يساعدني في التعامل مع مشاكلي مع أمي بس مراتي هي الستة اللي بشاركها الحياة عشان نبني مع بعض علاقة أدعمها وتدعمني أكبرها وتكبرني أسندها وتسندني مش إنها مسؤولة عن أمي ما شفتنيش فهي تشوفني أمي ما خدتش بالها مني فهي تاخد بالها مني أمي ما قلت ليش كلمة حلوة فهي تقول لي كلمة حلوة ولازم تكلمة أمي تسقف لي بدليل بقى إن الراجل ده لما بيطلع من بيت مامته مثلا لو أمه مثلا مستبدة ومسيطرة وبابا يعني كان غالبان يعني وطيب كده وراجل اللي على الله حكايته طيب وغالبان بس محترم بس طيب تلاقي الراجل ده في بيته لو مراته فتح بقاه تلاقيه بقى بزيادة اللي هو بيشخط وعصبه وأنا ستة تفتحش بقاه وإيه يعني ما لازم هي ما تعرفش إن مامته كان مستبدة بيطلع عقده أنا مراته أنت هرشل الموضوع كويس أهو إيمان أنا جايب بكل المشاكل ولأكس بالأكس برضو الستة لما تبقى جاية من أسرة وفيها تحديات لسه ما عارفتش تواجهها بينها وبين أبوها تقم استنيها جوزها يقم إن هو يقوم بالدور اللي أبوها كان سلبي ومامشي به أو تبقى عايزة فلفص من جوزها لإن هو بيفكرها بأبوها اللي كان مسيطر عليه طيب ده نقطة تانية فده شيء تاني أخر نقطة بقى الحاجة الثالثة عشان نقدر نبني أسرة سعيدة محتاجين الحاجة الثالثة وديه حاجة صعبة جدا لنعكس الثقافة اللي احنا اتربين عليها في بلادنا العربية إيمان ودي نقطة مهمة نقطة تحتها ألف خط إنه إذا دخلت في علاقة مع شخص مع شرك حياة عشان نبني هذه الأسرة الأسرة اللي ببنيها مع مراتي الأسرة اللي بتبنيها مع جوزك لها الأولوية في الوقت والمجهود عن علاقتي بأبوي وأمي وإخواتي وعلاقتي بشغلي وصحابي تأتي مكانة الزوجة قبل أهلي لنا ربوني خاص أهلي ربوني هم كبروا وقدروا أنهم يطلعوني للحياة لو بصيت له وراء يا إيمان كأنني بغلت الزواج مش عفوها كل ما أجي قبل مراتي أصلبوك عايزك هروح لأبويه كل ما هي تجي تقابلني أمك عايزاك فتروح تقابل أمها فكده احنا مش هنتقابل مع بعض فأجعل أولويتي الآن في هذه العلاقة إن مراتي أشوفها وهي تشوفني أبقى معاها وتبقى معايا لما وده يجي أو أولا ثم أسرتي ثم العمل وأصحاب لكن قاعد هربان من البيت مع أصحابي اللي أنا متعود عليهم الجامعة وهي مع صحبتها ومع جرانها ومع أول بنت عمي ومع ابن خالي وابقى مع دول ووسائب العلاقة دي مين هيرويها فالمحتاجة انتباه مشترك بين الاتنين النبني ده الحاجة الرابعة الأخيرة عشان أعرف أنه عندك وقت بس محتاجة أقولها أنه العلاقة الزوجية مش بتبدأ وقت الخطوبة والحب الحب الحقيقي بيبدأ بعد الجواز بمعنى إزاي أفضل أرعى النبتة دي ففيه كده بنقول إيه ثلاث سبعات السبعة الأولى كل سبعة أيام محتاج تعمل زي حاجة وقت بيسموا كده جامعة الأمريكان ميني ديت يعني كانها خروجة كأني بتعرف على الست اللي متجوزها دي كل أسبوع لمدة ساعة أو ساعتين ده الوقت بتاعنا كل سبع أسابيع يوم أو يومين بنفصل فيه عن كل المسئوليات ونبقى إحنا فيه مع بعض كل سبع شهور عندنا خروجة مدتها أو فصلان من العالم مدتهم تلت لخمس تيام إحنا فيه مع بعض كل سبع تيام ساعتين ساعة ساعتين إحنا بس البعض مش بنتكلم عن الدكاترة وعن العيال وعن المدارس وعن التعليم وعن الهومورك وعن الشغل وعن الفلوس نتكلم عننا قاعد التلت سبعات قاعدة دي مهمة جداً وبشكرك عليها بجد يا ساز عبد الرحمن وإن شاء الله يبقى لينا لقاء في حلقة تانية بشكر جداً يا ساز عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الوعية بشكرك جداً يا ساز عبد الرحمن دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ويكون معانا في ضفنة ضفنة العزيز الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية ونتكلم كلام مهم خليكم معانا ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ومعانا ومعكم الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلاً بحضرتك معانا أهلاً بسهل وعطا كل سنة وحضرتك طيب وأنتم بالصحب والسلامة وكل السادة والشاهدين ومصرنا الكريمة كلها في خير يا رب دايما نبقى بخير وفي سلام ونعيش دايما كده في أمن واستقرار وسلام اللهم يعني دي بقت نعمة كبيرة قوي اللهم يعني شعوب كتير بتتمناها الحمد لله طيب النهاردة فضلت الشيخ احنا بنتكلم في الإسلام وأخلاق الإسلام وتكريم المرأة أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووصية النبي لكل الناس أنه رفقا بالمرأة ورحمه الستات وكان حنين قد إيه مع بناته وكان حنين مع زوجاته وكان محبة قد إيه لزوجاته فإحنا دايما طول وقت بندور على بيت هادي بيت سعيد بيت مفهوش مشاكل كبيرة زي ما بنشوف دلوقتي يعني زي البيوت زمان كده يعني كان يقولك إيه كل باب مقفول على أسراره وكل بيت يا ما فيه بس ما حدش يعرف عنه حاجة لكن إحنا عايزين نفكر الناس بأخلاق سيدنا النبي إزاي كان بيعامل زوجاته إزاي كان بيعامل بناته في الأيام المباركة دي في العشر أو أول في النزال حجة يعني فيها روحانيات حلوة وبنكسف فيها صالة وبنكسف فيها دعا فده الوقت المناسب نحن نتكلم الناس مش بننصحهم بس بطريقة جميلة نتكلم الأول على معاملة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته أهم أهم المواقف وأهم الحاجات اللي كانت حصلة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية والعربية بخير وأمن وأمان اللهم أمين في الحقيقة زم أنت حضرك بتقولي وإحنا بنعيش أجمل وأفضل أيام الدنيا أيام العشر الأولى من ذي الحجة وإحنا بنتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الكريمة لزوجاته لبناته لكل النساء صلى الله عليه وسلم بنطلق في الكلام من كلمة ألها رائد من رواد التجديد رافع التغطاء ويقول أنه بيقاس تحضر والمجتمع بقدر احترامهم وتكريمهم للمرأة هذا كان تطبيق عملي قام به صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام امتداد لكل الوصايا الطيبة بالمرأة خيرا بيعطاها كان فتحه بتكرمها أما وزوجة وأختا وبنتا وعمة وخالة وكل ما هو من هذا القبيل وص به صلى الله عليه وسلم وجه بيختم في وصية جامعة بقى بيترك فيها خطوط عريضة للأمة من بعده الحد يوم القيامة كده فمن ضمن القضايا والخطوط العريضة أنه هو صلى الله عليه وسلم موصة بالنساء خيرا قال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا دي كانت عماد الخطوط العريضة فيما يتعلق بقضية من قضية النساء وده تأكيد لما سبق أنه أكد عليه صلى الله عليه وسلم فقال في كلام سابق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وقال ما أكرمهن إلا كريم وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة من خطبه قبل ذلك إن الله تعالى يوصيكم بالنساء خيرا اتكرر ذلك ثلاث مرات إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم ده منه صلى الله عليه وسلم تأكيد لهذا المبدأ تأكيد على قدرهم ومنزلتهم يمكن في بعض الناس فاضلة الشيخ بيفتكروا أو في فهم غلط في الحكاية ولا خيركم لأهله يعني لأهله هو يعني يجي الراجل يقول لمراته لا ده سيدنا النبي قال خيركم خيركم لأهله فهو يقول لها لأهلي فتقول له لا أهلك ده مفروض أنا يعني مراتك وولادك فعايزين نفهم برضو ساعات في لبس كده في المفاهيم عند الناس إن أهله دي هل يعني بها سيدنا النبي بابا ومامته وأهله يعني أهل الراجل ولا أهله دي يعني زوجته أولاده أهله دي ممكن بمعنى عام كل الناس اللي بيعملوه وبيحيطوا به من المجتمع قريبهم وبعدهم ده أهله حتى البعض اللي يقول أهل زمانه أهل زمانه الناس اللي عملوه كلهم أثنوا عليه خير وشاهدوا له بالفضل وشاهدوا له بالكرم والأمانة في المعاملة وفي معنى خاص بقى إذا كان ده المفترض أن يكون مع كل الناس هو بقى بيتعامل معهم بحسن الله فأقرب الناس وألصقهم به ده أولاهم بالمعاملة الطيبة وبالخيرية دي وبالصفات الجميلة دي فيكون زوجته أهل بيته أولاده والدته والده إخواته وهكذا يبقى ما فيش تضارب ولا تصادق ما فيش إن إحنا يده يده لا إحنا عايزين التوازن عايزين إنه يولي لكل ذي حق الحق ما يهضمش طرف على حساب طرف ولا يبغي أحد على أحد يبقى كده زي ما ربنا قال يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة يبقى ده المبدأ القرآني اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرسخه من خلال تأكيده على هذه الخيرية خيركم خيركم لأهله يعني كل المقربين أهل بيته أهله مش بقى خيركم لأهله اللي هو أهله بس يعني يروح سايب مراته وعيله يقولك خيركم لأهله ده ظلم لا يرضى في الإسلام طيب سيدنا النبي كان عنده كم ولده وبنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له من البنات السيدة فاطمة السيدة زينب السيدة رقية عليهن جميعا صلواته الله وسلامه كان صلى الله عليه وسلم معهم هو الأب الرحيم القريب اللي بيتعطف عليهم يعني ما يقدر نقوله أبو البنات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني أنا أتكلم مع أمي بطريقتي عشان يعني إيه الناس من أقدمها لها بطريقة مبسطة يعني ليه أنا بقول أبو البنات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان الأب اللي عنده بنات الأب اللي عنده بنات وبيبعته لنا مشاكل إنه لا بيسأل على بناته وطول الوقت زعلان نفسه كان يجيب الولد وأم البنات دايما بتتعامل معاملة كده على استحياء من أهل الزوج عشان هي جابت البنات مع أنها علميا هو الراجل المتحكم الأساسي في نوع الجنين إذا كان ولد أو بنت طيب البنات بقى لو أنا عندي بنات وفيه ناس بتفرق ما بين بنت وبنت ولو فيه بنات وفيه ولد في البيت ففيه تفرقة في المعاملة أنا بقى بس تشهد بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة البنات كان بيعمل البنات إزاي وإيه يعني أكيد فيه واحدة فيه ممكن بتزعل فيه واحدة فيه ممكن بتحس إن بابا بيحبها أكتر يعني الحاجات اللي بتحصل إلينا في حياتنا العادية لكن دايما سيدنا النبي بالنسبة لنا نموذج نحتازي به في حياتنا كلها إيه المشاكل اللي حصلت يعني عايزين نسمع مشاكل نتعلم منها فضلت الشيخ بلا شك كان صلى الله عليه وسلم كما قلنا الأب الرحيم الرؤوف الكريم القريب من أولاد وبناته صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن يحنوا عليهن يسمع منهن صلى الله عليه وسلم لا شك إنه هو صلى الله عليه وسلم كان مضري بالمثل فيه مشكلة من المشكلات ونموذج جميل جدا بنحب نذكره دايما بيعلمنا إزاي هو صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع بناته ويتعامل خصوصا وقت ما تكون فيه أسرة قائمة يعني بنته في بيت زوجها التدخل يكون إزاي يتعلم منه فظهر صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام السيدة فاطمة رضي الله عنه فلاحظ إن سيدنا الإمام علي زوجها مش موجود فقال لها أمو الفين ابن عمك قالت له يا رسول الله حصل شيء بيني وبينه فغضبني فخرج ولم يقل عندنا وقت الأيالة اللي بيرتاح فيها الناس ما قعدش في البيت دعا لإسر مشكلة وقالت حصل شيء يعني اتخنقت مع جزها وجزها ساب البيت وخرج شوفي بقى حضرتك الحكمة من الأطراف ما سيدنا الندي هنا اللي هو حماه اللي هو أهل الزوجة أهل الزوجة أهل الزوجة سمع منها فما استفسرش إيه اللي حصل بالزبط ما سألهاش إيه اللي تم إيه كلام إيه لا ما دخلش في تفاصيل ما دخلش في تفاصيل عمل إيه بقى هي كانت حكيمة فقالت حصل شيء فالشيء ده نفهم منه إنه كان كبير صغير كتير قليل مش مش واضح ده ثابت القضية مبهمة كده طب الزوج برضو كان راجل حكيم ده دي القدوة القدوات العالية اللي احنا بنقدمها للبيوتات وللأسر عشان تستقر وتسوق هي لا حكت المشكلة ولا جزعك ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يمثل أهل الزوجة حكى أو استفسر أو دخل في تفاصيل طب وما الحل المشكلة إزاي سيدنا الإمام علي وإحنا بنتكلم عن حكمته إنه لما حصل إنه غضب أو فيه في الموقف معادشي الموقف طبيعي ولا هادئ انسحب بعيدا حتى يهدأ إذا يهدأ كل طرف نقدر نتكلم تاني مع بعض بنؤجل ونرجع الكلام في المشكلة لحين هدوء النفوس والتحكم في الأنصار يقوم ما يصدرش عننا شيء يؤذي الآخرين أو نندم عليه أو نتحصر عليه بعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد حد يشوف فين سيدنا الإمام علي خرج لما خرج رح فين فرجع قال له دنائم في المسجد يبقى برضو لما خرج وهو يعني ما رحش بقى الوحدة تانية ما رحش عند أهله وخد شنطة هدومه وقعد عند مامته ولا رح ععد مع حدي يهيج نفسه على الأب رح ععد في المسجد يبقى ليه بقى عشان نلجأ إلى الله عز وجل في الشدائد والأزمات لأنه هو وعدنا كده ومن يتق الله يجعل لهم أخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يروح له المسجد وينفض عنه التراب كده كان حصير المسجد مش موجود فالتراب أثر في سيابه فيوقظه بهدوء كده وينفض عنه التراب ويقول له قم يا أبا تراب فكانت من أحب الكونة لسيدنا علي رضي الله عنه فيما بعد التدخل الحكيم العناية التودد التردد على بناته صلى الله عليه وسلم يسأل ويتطمن عليهم يكون قريب منهم لو في مشكلة ويستطيع أنه هو يقدم شيء نجوز بنته فخلاص أنت تجوزتي بقى خلاص لا احنا ما بنشوفش أبها دلوقتي بيزور بنته بعد الجواز يعني حقيقة من النوادر لما بشوف أب بيروح لبنته مثلا كل أسبوع كده يتغدى معاها ولا يتطمن عليها ولا يشوف جوزة عامل معاها حتى الراجل الزوج اللي هو جوز بنتك لما يشوفك في الصورة وبتظهر وبتسأل عليها وبتودها وبتجيب لها حاجات فحتى وقتها يحس كده إبهبة لكن لما الراجل يحس أنه أول ما تجوز البنت أهلها رموها ولا حد بيسأل عليها تي برضو صعب احنا قبل ما نطلع فاصل يعني أنا قريت برضو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيبوس بنته من بناته كان لازم يبوسهم هم التلات يعني لو واحدة نيمة حتى كان يصحيها ويبوسها عشان يبقى فيه عدل حتى في المعاملة الحالوة بعد الفاصل هنتكلم قد إيه بقى كان سيدنا النبي برضو بيتعامل مع بناته وزوجاته وإيه أكتر القلب دقل أنا زوجة وإزاي كان بيتعامل مع غيرة زوجته وإزاي كان بيحتوي زوجته بشكل رؤوف جدا ورحيم جدا فاصل وخليكم معاه وحدة لم الشمل انشأت في سنة 2018 وحدة لم الشمل تعنى بالخلافات الأسرية والمنازعات بين الناس طيب وحدة لم الشمل تم إنشاءها للاقتراب وللحد من انتشار فوضى الطلاق فعندنا حاجة قسم اسمه قسم الأحوال الشخصية والمواريث قسم الأحوال الشخصية بيستقبل أغلب الاتصالات يعني لأن المركز فيه خمس أقسام فقسم الأحوال الشخصية أغلب الاتصالات التي ترد إلى المركز في الأحوال الشخصية يعني في المشاكل الأسرية اللي هي بين الزوج والزوجة واحدة لم الشمل بيكون فيه بالفعل جلسات بين الزوجين بيحضرها لجنة متخصصة من المفتين والمفتيات المفتية طبعا امرأة زيها بتبقى فهمة نفسية الزوجة وبتقدر توصل لأهم قرار بالنسبة لها أو كل اللي جواها من أبسط الطرق وأسرعها يعني هي أغلب المشاكل نقدر نقول كده حوالي 80% مشاكل أسرية زوج وزوجة هيترتب عليها ضرر نفسي عند الزوج وعند الزوجة وبالتالي عند الأولاد قسم المفتين لنساء دورها مهم جدا جدا في المركز عندنا لأن هي اللي بتتلقى تصالب بالمرأة فالمرأة أكتر حد بيبحث بالمشكلة وممكن من خلال اتصالنا بيها وكلامنا معيها نحل المشكلة أصلا من غير ما توصل لوحدة لم الشمل ولما بتوصل لوحدة لم الشمل إحنا بنساعدها منها توصل لخيارات كتيرة جدا تحل بيها مشكلتها بنفسها وبنساعد الزوج كمان على إنه يتفهم طبيعة زوجته إحنا طبعا كسايدات بنبقى مستوابين طبيعتها فبالتالي بنقدر نوصل للزوج أسهل طريقة يتعامل بيها مع زوجته وإزاي نوصل لها كمان حسن إن هي بقى وطرق كتيرة جدا وأراضي وسط كتيرة جدا بين الزوج وزوجة لحد المشكلة ما بتتحل بسهولة بإذن الله عندنا التوصل بسيط جدا من خلال الرقم بتاعنا 199-06 بنقدر نتواصل مع وحدة لم الشمل وموجود حاليا عندنا يعني بعد التطوير في وحدة لم الشمل عملنا أبليكيشن حضرتك ممكن تكتب وحدة لم الشمل على جوجل بيظهر لحضرتك صفحة موجودة على بوابة الأزهر الإلكترونية بنسجل بيانات بتاعت الزوج وبتاعت الزوجة وبيتم التواصل معاهم من مشيخة الأزهر هنا لتحديد موعد حتى يرأت إلينا الزوج والزوجة وإن شاء الله بنوعد معاهم وإن شاء الله ربنا بيجيب الحل إن شاء الله المركز كله تواصل معاهم من 1-2006 بعد كده بيختار على حسب المشكلة بتاعته لو كانت قسم فتاوة النساء هي برقم 6 واحدة لم الشمل رقم 7 وغالبا النساء برضو بيردوا على مشاكل واحدة لم الشمل زي معطر حريطك أكتر حد بيتصل هو المرأة تبع مستشعرة لمشكلة أكتر من أي حد تاني سواء كانت مشكلة بين زوجين أو حتى مشكلة ميروس ممكن الزوجة هي المقدمة ومش عاوزة تقول للزوج أنا اللي قدمت فبالتالي نتواصل مع زوج وزوجة بنحدد موعد بيجوا يشرفون أو إحنا نروح لهم وده متاح والخدمة دي مجانية من مشاكلة الأزهر اتصالات كلها خاصة جدا بمنتهى سرية ما حتش عرف عن أي حاجة ما حتش بيسمع المتصد غير المفتي أو المفتية اللي بتكلمها بيبقى فيه أمانة جبيرة جدا في الاتصال ورجعنا لكم مرة تاني مشاهدين ولسه معانا في الستوديو الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وأكيد في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة اسمها وحدة لم الشمل لم الشمل دي يعني بيجي لكم أكيد مشاكل أسرية كتير وبتشوفوا مشاكل عظيمة كبيرة احكي لنا كده من أبرز المشاكل اللي جات لكم لأن برضو أنا عايزة يعني أنور قوي حتة وحدة لم الشمل دي لأن إحنا ساعات ما بنلاقيش كبير للعيلة وساعات بنبقى فيه يعني بنت يتيمة ملاش كبير ومش حارفة تحل مشاكلها يعني بنشوف مشاكل كتيرة أو بتوصل للطلاق وخلاص فاضل آخر طلقة وآخر الطلقة الثالثة ولم الشمل ده حقيقي بيلحق أسر كتير جدا من خراب البيوت فكلمنا كده عن لم الشمل يعني أنقذت حلاك كتير جدا من الطلاق وأنقذت أطفال جدا كتير من التشاد يعني بدل ما يترموا في الشارع ومش لقين حد يصرف عليهم وبالفعل حضرتك لما لقينا فيه أسئلة واستفسارات كتير بشأن الطلاق والانفصال بين الأزواق جاءت الوحدة لتحقق قول الله تعالى إن يريد إصلاح أن يوفق الله بينهما فكان تدخل حكيم نقول إحنا هنتدخل تدخل حكيم تدخل محايد مش لطرف على حساب طرف وبالفعل نجحة الوحدة لم الشمل فيه التدخل وحل ولم شمل كثير من الأسرة المصرية وده شيء من أعظم النجاحات والسعادة اللي ممكن تدخل على قلبك أصلاحنا برضو شعب متدين بطبعه يعني أنا لما عقب مع رجل دين أنا أحترمه وأهابه وبسمع كلامه غير لما حد من العيلة دي أو العيلة دي تدخل ففيه كبره وفيه عنده ولأ وإزاي أنت إزاي تكلمني كده لكن حقيقة يعني وحدة لم الشمل دي وحدة عظيمة جدا وأنا بشكر كل القائمين عليها لأنه انتوا بتعملوا مجهود جبار مجهود لأنه بتبذلوا طاقة يعني بتاخد وتدي ومشاكل هنا والستة تحكي ورجل يحكي فحقيقة يعني إحنا محتاجينها جدا الواحدة دي ونشكركم على المجهود المبزول فيها بصراحة الحمد لله على هذا التوفيق والنجاح وزي ما حضرتك بتتفضلي أن إحنا كبشر مفطورين وفي فطرتنا كده أن إحنا ننحاز لمن هو من منا لمن هو من طرفنا فبتيجي الكلمة مش محايدة بالقدر الكافي فالواحدة راعت هذه الحيادية وراعت في المقام الأول مستقبل وحفظ واستقرار الأسرة كأسرة بغض النظر عن الزوجة عن الزوج الأسرة بتستقر مصلحتها فيه مين بيسمع الكلام في لم الشاملة أكتر لما بنتبع زوجة ومشاكلهم أنتوا بتحسوا بإيه من خلال كل المشاكل جات لكم يعني السبت اللي بتسمع الكلام بتسكت ولا الراجل يعني مين اللي بيبتدي بالسلام الأول قدامكم لا شك أن الراجل لازم هو اللي يكون في زمام المبادرة دايما ويحتوي دايما وهو على عاتقه كتير من المسؤوليات والأعباء فهو لازم أن يكون في المقام الأول اللي بيحتوي وهو اللي بيتجاوز بيطلاب أكيد يعني لما راجل ديني يقعد قصادي ويقوله أنت الراجل وأنت الأعقل وأنت اللي تحتوي وسيدنا النبي كان بيعمل كذا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا فبيبتدي يهدى لكن في أي مشاكل بقى في البيت أسرية يعلى 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 وأنا كلامي يتسمع فحقيقة وحدة لم الشاملة دي يعني هتاخدوا عليها سباب كبير يارب يجعل هذا العمل خالص الوجه كريم يارب يجعله خالص الوجه كريم طيب بس أنا لو أنا عندي مشكلة دلوقتي وبتتفرج دلوقتي على إمام مختار ويحكى أن وأنا بقول لم الشاملة وهي ما تعرفش عنها حاجة إزاي توصل للوحدة دي وإزاي توصل أن تقعد وتحكي مشكلتها وتتحل بيتم التواصل على الخط الساخن لمركز الفتوى كامل خط الساخن 19.906 19.906 بيتم التواصل بناخد بيانات الزوج الزوجة أطراف المشكلة نبدأ نتواصل معهم ندعوهم وننسك وقت يكون مناسب لهم ومناسب لنا أن يحضروا ويكون لجنة الأعضاء موجودين ويكون المشافهة موجودة وحاصلة نسمع من الطرف ده والطرف ده وكله يكون عنده صراحة وشفافية وبتهتموا بكل المشاكل اللي بتجيلكوا؟ بنهتم بكلها كل المشاكل مفيش مشاكل طبعا كلها مشاكل زوج وزوجة ولا مشاكل ممكن ابن مع أبو أو بنت مع أبو أحيانا أحيانا في مشاكل عائلية أسرية بين الأمة والبنت والأب والابن في نزاع وخلاف مواريث وحقوق كل ده من السهل كل شؤون الحياة من السهل اليسير التواصل مع المركز ووحدة لم الشمل تحدد الموعد ويزور الوحدة وبالتالي نسمع ونهتدي بفضل الله سبحانه وتعالى إلا ما فيه استقرار الأسرة يعني إن شاء الله في الأيام المباركة دي أي تنين زعلانين من بعض أو أي زوج وزوجة غضبانين أو هي سايبة البيت أو أنت سايب البيت لعل وعسى اليومين دول يعني تتقل له كده في مراتك وفي بيتك وفي ولادك وترجع كده لقواعدك وترجع لبيتك وتعامل ربنا فيهم لعل وعسى يا رب ناخد سواب أي لم شمل يحصل بسببنا اليومين دول طيب رجالة كتير بتزعل يا فضلت الشيخ من الستة العصبية يعني كل ما تتكلم ولا تطلب حققها بعض الأحيان يقول لك دي ستة عصبية دي ستة صعبة إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحتوي زوجاته وقت غضبهم إحنا بنكتشف مع الجلوس والسماع لهذه المشكلات إن إحنا بيفوت وقت طويل والأسف إحنا ما فهمناش بعض كزوجين ضاعت الأوقات الجميلة في الانشغال في الخلافات دون إن إحنا نهتدي إن إحنا طبعنا إيه أخلاقنا إيه ده زوجي طبعه إيه بيحبي إيه زوجتي طبعها إيه أتفهمها إزاي يبقى ده يوفر علينا يعني وقت طويل وجهد كبير إن إحنا نفهم طبع بعض كذلك أيضاً بنكتشف إن فيه جفاء وصمت صمت يعني ما فيش تعبير عن الحب ما فيش تعبير عن التقدير والاهتمام يبقى ده بيحدث فجوة مع الأيام مع المضي الوقت يحصل فجوة ونجد إن إحنا أمام مشكلة إحنا بنقول إن العصبية النرفزة الغضب ارتفاع الصوت في بعض الأوقات لازم أن الزوج أو يتفهم إن المرأة لها طبيعة بتتعامل أو بيتم تفهم هذه الطبيعة فيحسن التفاهم والتعامل مع هذا الموقع حصل في أحسن وأفضل البيوتات العصبية حصل العصبية والغيرة في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيدنا النبي يالس ومعه الصحابة الكرام وإذا بإحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم بتهدي هدية إناء أو صحفة من طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هو في بيتها السيدة عائش فحصل إن هي استشطت غضب إزاي؟ وأنا مش هقدر أقوم بهذه المهمة ولا أقوم بواجب الضيافة لسيدنا رسول الله وأصحابه الكرام فضربت الصفحة فيعني تكسرت وتفرقت طعام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحتوي الموقف متفهم إن دي غير طبيعية إن هي تصدر عن المرأة أهلا لأن زوجة تانية يعني ستة تانية بعت أكل في بيتها بيت ستين عيشة فطبعا أكيد هتغير يعني الست ست في جميع العصور من أول ما ربنا خلقنا لغاية يوم لقيمة نفضل ستات بنغير وأي ست بتغيرها على جزها ما تقدرش تشوف واحدة بتاخده منها مثلا فهي طبعا ساعتها راح ترميه ستين عيشة فعالجة صلى الله عليه وسلم الموقف وخلي بالك قدام الصحابة يعني تخيل ده مثلا لو ست عملته في جزها قدام صحابه ومقاعدين الناس مهم صحابه فطبعا كان أمر ما عليها اليمين وانت ازاي تعملي كده سيدنا النبي عملي بقى في الحركة اعتذر عن فعلها للصحابة وقال غارت أمكم يعني اللي حصل ده غير هتفهموش غلط هو انت مش مقصودين خالص ولا أنا هي دي غيرة أفقدتها التحكم في التصرف لأن الوقت الغيرة لا تبصر المرأة أعلى الوادي من أدنى ما بتعرفش تماعي لا الست في الغيرة ما بتشوفش فهو أول حاجة اعتذر للصحابة الكرام والحاضرين عن هذا التصرف وقام صلى الله عليه وسلم يجمع ما تنثر من الصحفة والإناء وأمر السيدة عشانية تأتي بصحفة بدل هذه الصحفة اللي يقدمها لصاحبة الصحفة فقال إناء بإناء والطعام احنا كده ما فيش مشكلة احنا في العشرة لوائل منزل حجة قولنا إيه الأعمال الطيبة اللي ربنا يستجب لها وهنختم الحلقة طبعا في النهاية بدعاء حلوة كده في الأيام المباركة دي بس في ناس كتير بتفكر اليومين دول يعني هل مثلا طعام الطعام هل مثلا أزور الميتين يعني المقربين إلى قلبي هل مثلا أعمل صدقة جارية في اليومين دول هل مثلا هل مثلا احنا عايزين نعمل خير اليومين دول خير يرجع لنا وخير يخلينا حتى نحس بالهدوء في حياتنا وأن ربنا يبرك لنا في حياتنا وفي ولدنا إيه أحب الأعمال لله في اليومين دول هو ما بنتكلم عن الأيام الجميلة اللي احنا بنحياها ديت يبقى بيناسبها الاجتهاد قدر الإمكان كله على قدر استطاعته أنه يجتهد في العمل الصالح لما نقول العمل الصالح ده يشمل كل عمل طيب كل كلمة طيبة كل التصرف وسلوك طيب كل ما هو فيه نفع لنفسي وأسرتي والجراني ومجتمعي وكل الناس فسيدنا النبي يقول لنا كده ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد يعني الجهاد في غيرها يسبقها قال لا ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء يبقى إحنا لما بنتكلم عن تسبيحة في العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أفضل التسبيح آه يعني قلنا كده حاجة خلينا نقرب أكتر يعني نسبح أكتر في اليومين دول لما نتكلم عن تلاوة القرآن فهي أفضل تلاوة ممكن نتقرب لله هل فيه سور معينة بتتقري مثلا نقرأ فاقرأوا ما تأسر نقرأ أي حاجة من المصر نقرأ كل القرآن جميل وكله شفاء ونور وهداية بنتكلم عن الصدقة والبزل فهذا باب عظيم من طعام الطعام نوع من أنواع البزل الكلمة الطيبة للي ما يقدرش يقول معهوش يقدم طعام وصدقة يبقى الكلمة الطيبة نوع ونموذج من الصدقة لما بنتكلم عن الصيام فده باب عظيم برضو على قدر الاستطاعة لو مش قادرين فهنحفظ على الصيام يوم عرفة لما له من فضل عظيم وسواب كبير سيدنا النبي يقول أحتسبوا على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي يبحرصين على الفضائل دي وعلى المناجاة والدعاء في يوم عرفة لأن في يوم عرفة أفضل الدعاء والمناجاة فيها أقرب وأسرع ما تكون وصولا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يعني الصيام يوم عرفة ده فرض علينا لا مش فرض احنا بنقول أن ده سنة ومستحب من المستحبات وأحلى دعاء مستجاب بيبقى يوم عرفة يوم عرفة يعني لأن سيدنا النبي علمنا كده قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فالإنسان يدعو بجوامع الدعاء يقول زي ما علمنا القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار يدعو لنفسه لوالديه ولكل المسلمين بالمغفرة زي ما القرآن علمنا كده ربنا أغفر لنا ولو إحنا حد مظلوم يعني يصح تحسي أصل الدعاء ده ليه أدب الدعاء هل يصح لو أنا مقهورة من حد أو مظلومة من حد أنا أتحسب نقول حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة حسبنا الله هي مش أنا عارفة مش حاجة أجمل أجمل حاجة ممكن الإنسان يلوز بيها إذا ما شعر بغبن أو ظلم حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيل وهي بالمناسبة ليس فيها أي تعدي ولا اعتدار ما فيهاش تعدي ولا حدار بل هي فيها يعني عين الأدب مع الله عز وجل هي فيها عين لإن أنا بقول حسبي الله يعني يكفيني يعوضني يرزقني يرد علي حقي عنده سبحانه وتعالى كل جميل وكل عوض مما فاتني أو وقع علي منظور طب عايزة دعاء كده تدعي لنا كده وتدعي المصر وكل أمة الإسلامية ودعاء حلو كده في الأيام المباركة كده وإحنا نقول أمين ورحض اللهم أصلح لنا دينان الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم موفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم احفظ مصرنا وأنزل عليها الفرج والنصر والرخاء والتأييد واجعلها مصدر إشعاع وحضارة ورحمة للعالمين يا رب العالمين احفظها احفظ جيشها احفظ أمنها واستقرارها اللهم آمين بندعو أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أهلنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء اللهم آمين شكرا لك جدا وشكرا فضلت الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشكر حضرتك جدا ونورتنا وكل سنة حضرتك طيب وأنتم بالصحة والسلامة كل السنة مشاهدينا مشاهدينا يعني خلصت حلقتنا وعايز أقول بقى لكل لكل المشاكل اللي بعتت لنا في حلقتنا النهاردة ما عنديش حاجة أقولها غير في الأيام الحلوة المبركة الطيبة اللي فيها روحنيات حلوة نصلي نصلي وندعي ونسبح زي ما فضلت الشيخ قال ادعي بكل حاجة في قلبك حتى اللي ظلموك ادعي قولي حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا وحمدي ربنا على طول طول الوقت على كل النعم اللي في حياتك وكل ما بتصلي وكل ما بترميها كده ارمي همومك كلها على الله هتلاقي ربنا عواضك والله بكل حاجة حلوة في حياتك جربي بس كده ودعيلي بعد ما اتجربي الوصفة دي اشوفكم الحلقة الجاية على اخير ان شاء الله وكل سنة وكل المصريين وطيبين ويا رب كده وقفت عرفات يعني كل دعوينة تبقى مستجابة وعيد سعيد ان شاء الله علينا وعليكم واشوفكم بعد العيد ان شاء الله شكرا لي